شايف اللي بيحصل في كوريا الشمالية؟ ليش عارفانين نحن شو عميصير بكوريا الشمالية شي بيقلولك انه الرئيس مات شي بيقلولك هربان من الكورونا ورايح يتخبى فيه أثر بعيد عن كل شي ما لنا عارفانين شو عميصير يمكن بيوم من الأيام إذا الكورونا قضت على كل شي اسمه نخبي حاكم بكوريا نعرف انه تنفتح الأمور ونعرف شو عميصير يعني كافلة الأحاديث حول موته ابتدت كلام حوالين أخته وان هي اللي هتيجي مكانه ويعني الواحد صدم بصراحة في معلقين كتير قوي في أمريكا اللي يقولك بص ان ازاي كوريا الشمالية سيصبح لديها زعيمة امرأة قبل أمريكا كأنه إنجاز ان احنا نحتفي ان واحدة ستة هتبقى أكبر صفاحة في العالم يعني يعني هو ماتة كيم عاشة كيم يعني بالنهاية الواضح مين هلا حيجي بدونه بس الناس عم تنسى بالنهاية طبيعة الاستبدادية طبعا النظام الحاكم من طبيعة الإجرامية هذا أهم بكتير ما إذا كان عم يكون في عندك مرأة ولا إرد عم يحكم بالنهاية بدنا نتذكر دائما إنه لما بيكون في إجرام الإجرام هو الأساس ولما يكون في الاستبداد الاستبداد للشيء اللي نركز عليه حقوق المرأة مرح تكون أفضل إذا كان عنا حاكمة مجرمة بدل ما يكون حاكم مجرمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر